اشتركوا في القناة هذا الوفد هو وفده قبيلة كيف يقولها بني سعد بن بكر بني سعد بن بكر وهذا الوفد لم يأتي يعني كله ولم يستشر هذا الذي سيأتي إلى النبي موفودا مع هؤلاء جاء لوحده هذا رجل جاء لوحده رجل يشكل وفده لم يطلب منه قومه ولم يستشر قومه وخرج من تلقاء نفسه وخرج على بعيره يعني جمل يلا خرج على بعيره فجاء مسافرة حتى وصل إلى مسجد رسول الله يعجب لي بزيف هات الصحابي بزيف 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 ركو جو قديس في السنة التسعة ولكن لا إله إلا الله يعني عجيب أمر هات الصحابي جليل الله الله سكنت قاعد حفظينه دايما ناس والله هذا الشي أمر عجيب جاء غير من ديته الرأس لم يدفحه أحد فلما وصل إلى المسجد أناخ بعيره مش عربط المسجد البعير يوش وصادف وصوله إلى المسجد وجود النبي مع أصحابه في المسجد حال قلسه هاكي فدخل دون استئذار إلى المسجد فهجم عليهم بقوله ركت شو العرب كده قال له أي يعني أيكم محمد هاكي أيكم محمد يعني الناس مجموعين في غير عرسل المسجد أيكم محمد فأشار الصحابة إلى النبي وكان متكئا قالوا ذلك المتكئ ذلك المتكئ ها رافين أعخل لهم وتوجهه للسيد النبي سلاس قال له بنو عبد المطلب يعني خسني يوكت إذا ما قالوا لك صحابك يكفي قالوا بنو عبد المطلب قالوا لقد سمعت أصحابي محمد بنو عبد المطلب بنو عبد الله بنو عبد المطلب إني شاء وفي كان الشيشي كله قال له يا محمد إني سائلك ومشدد علي أسألك زين وأشدد في السؤال فلا تجدن علي في نفسك نبقاش خاطر أنا غادي نسق سيك والأسئلة ستكون صعبة وشقة على النفس لا يستطيع الإنسان يسمعها هكذا فلا تجدن علي قال قل يا أخ العرب ما بدالك كما احنا نقوله الجلة بواسعة نقول اللي بغيت أراك مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيد النبي يقوله ربي فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لنفضه من حولك سيد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين يفعل كل شيء من أجل أن يسلم الناس يتحمل كل شيء لا يغضب لذاته أبدا إذا كان القصد دعوة الناس إلى الله لا يهم ما يلاقيه هو في شخصه لا المسألة هي رسالة تمن عليها رسول الله هي المهمة أما يعني يقص ليه ولا تهدر من ليه بزا ولا تزير عليها همشي هذه قال له هذا الرجل يصلى عليه وسلم قال له يا محمد اللهم الذي لا إله غيره إله من قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك رسولا يستحلفه يعني السؤال في الحل ناشدتك الله أو لأنشدك بالله أبعثك الله إلينا رسولا قال له سيد النبي السؤال اللهم نعم اللهم نعم قال له الله الله الذي لا إله غيره إله من قبلك وإله من هو كائن بعدك أمرك الله بهذه الصلوات الخمس وعمرك أن تعمرنا بها قال له قال له اللهم نعم ما الشرى هذا هو الحقيقة قال له هل علي غيرها بعد الصلوات المكتوبة الخمس هل أوجب الله علي مع الصلوات الخمس صلوات أخرى قال له لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع من عندك قال له الله الذي لا إله غيره إله من قبلك وإله من هو كائن بعدك أمرك الله أن تأخذ من أموالنا زكاة وصدقة فنردها على فقرائنا قال اللهم نعم قال هل علي غيرها غير التي افترض الله علي في مال هل علي غير قال لا إلا أن تطوع إلا أبغي تدير شي صدقات أخرى زيادة على الزكوان قال له الله الذي لا إله غيره إله من قبلك وإله من كائن بعدك الله تعالى آمرك بصيام هذا الشهر ما اسمه رمضان هذا الشهر الذي تصومون قالوا اللهم نعم قالوا لحونا ولا قوة سيلا بلا وهل علي غيره أي افترض الله علي زيادة على صيام شهر رمضان صيام أيام أخرى أو شهر قال لا إلا أن تتطوع فذكر أركان الإسلام لحونا ولا قوة سيلا بالله فأقسم الرجل وقال والله لا أزيد ولا أمقص ثم وقف قبالة رسول الله شوف فقاش رديس فقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص شحال يسمعني النبي صلاة في حياتة نتعوه قاعد خمس دقائق جاي منين خمس دقائق ولا ثلاثة ولا ما نعرف ثم استدار كهيئته وعمد إلى ناقته ففك رباطها ثم امتطى على صهوتها فعاد إلى قومه وهو خارج من المسجد صحبا بهور يزيد يسلم على نبي يقلس شوية نبي صلاة نظر إليه هو خارج من المسجد فهو يقول والله لا أزيد ولا أرخص قال من المسجد عليه وسلم دخل الجنة ذو العقيصتين إن صدق وفي حديث كين حديث أنس بن مالك وحديث بن عباس وواحد الحديث كي يقول فيها نبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق ولماذا سمي ذو العقيصتين لماذا سمي ذو العقيصتين لأن الشعر دي 않아요 كان فارقوا على الزوج وهود له الكوش الشعر دي 않아요 كان هاكذا وفارقوا وهود ذو العقيصتين العقيصة هي الشعر المتدل قال له من المسجد عليه وسلم دخل الجنة ذو العقيصتين إن صدق إن صدق إن صدق وفي حاجة أفلح إن صدق وسنرى هل يصدق هذا الرجل أم لا يصدق قمس قصتوني ش كي يسميوها الصحابة كي يسميوها الصحابة شكل اللي يعرفو نعطيوه ربعين دورو ها ذول عقيصتين وكي يسميوه اسميتو ها يسميوه ضمامو بنو الفعلبة قلت ها لكم سي من الفيتة قلت لكم إن شاء الله غادي نجيب لكم طاعة ضمامو بنو الفعلبة ضمام اسمه ذول عقيصتين علاش؟ لأن الشعر دياله فارقوا على زوج ومدللوا هكذا يعني ظافروا هكذا وهودلوا هكذا ذول عقيصتين ضمامو بنو الفعلبة فركب على بعيره فعاد في رحلته إلى قومه ولم يكن قد أخبرهم أنه خارج إلى رسول الله يا ربي فوصل إلى قبيلة بني سعد بن بكر فدخل إلى بيته فكان أول من استقبله زوجته قالت مرحبا بغمام قال إليك عني لستي لي زوجا ولا أنا لك زوجا قال ماذا تقول؟ قال ذهبت إلى محمد أو هذا يخبرهم وآمنت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعته تبعته على أمره بالطاعة وعلى ما نهاني بالاجتناب طبي أما هذه الأصنام التي تعبدونها ما كالالات ولا العزقات ما صح اتق الجنون اتق الجذام اتق البارس ستصيبك الآله قال هي أحجار لا تضر ولا تنفع ولقد قلت لك ما قلت فلما كانت تعرف من هو ضمام وأن الكلمة عنده تفلق الحجر ولا يتراجع عن كلمته رأت أنها ستخرج من بيته إذا لم تؤمن قالت يا ضمام رويدك إذا أردت أن أدخل في الدين الجديد ماذا؟ قال اغتسي لي وتشهدي وروحا عن المكسلة ثم جاء والده لوالده قالوا مرحبا بالولد الطيب مرحبا بالولد المار قال له استنبع ما أنت لي بوالد ولا أنا لك بوالد قالوا ماذا تقول قال ذهبت إلى محمد وآمنت به رسولا وتشهدت شهادة الحق وخلعت من عنقي عبادة هذه الأحجار اللات والعزة التي لا تنفع ولا تذر قال له مه يا والدي اتقي الجذان اتقي البارس اتقي الجنون ستصيبك الآلهة والعياذ بالله ستغضب عليه قال له ما كان لغضب لا ولو فلما عرف الوالد قدر ولده وأن الكلمة عنده تفرق الحجر قال له لا تغضب يا بوني اريد ان ادخل الى ديني ماذا اصنع قال له اغسل تشهدر عن علم فسمع الناس برحلة سيدنا ضمام الى رسول الله فجاءوا لي قالوا بلغنا انك تقول وتقول اتقي الجذون اتقي البرس اتقي الجذام اجئت تسفي احلامنا وتعبوا الهتنا الا تخشى من عقاب الالهة قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله حجر لا يضر ولا ينفع امنتوا لستم لي بي عشيرة ولست ابن عشيرة فكانوا يعرفون ان كلمته تفلق الحجر قالوا ما ما الذي نفعله حتى ان شاء الله نتابعك على دينه قال اغتسلوا وتشهدوا واتوني لك اعلمك فما غربت شمس ذلك اليوم حتى اسلمت قبيلته كلها كيف لا تحب هذا الرجل هذا فريد من نوعه هذا الوفد فريد من نوعه هذا رجل ليس كالرجال هذا طراز فريد من اصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يا الله نحونا ولا قوة إلا بالله نحونا ولا قوة إلا بالله فأسلمت القبيل كلها على يدي يا الله الان شاء الله تعالى نتحدث عن الدلالات والدروس والعبر من قصة هذا الوافد ضماء ابن ثعلبة اولا الدرس الاول واسمه واسم واسمه ويا هو حينما جاء الى رسول الله هل كان يعرف اركان الاسلام ام لم يكن يعرف هذا كان يعرف جاء يسأل عن الشهادتين وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن العجل كان يعرف معنى هذا معنى هذا جاء لي يتأكد لكن معنى هذا معنى هذا ان القبائل العربية كان قد بلغها الاسلام وكانوا يتحدثون عن هذا الدين وعن اركانه وكانوا يعرفون اركان الاسلام حتى وهم مشركون اعدال هذا الدين ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى؟ ما معنى؟ ان الدعوة كانت تصل وان اصحاب النبي كانوا متفاعلين مع الدعوة وانهم اذا تحركوا تحركوا بالاسلام وان الصحابي من صحابة رسول الله كان دعوة تمشي على الارض لم يكن يحتاجوا الى ان يمر بفترات طويلة يستمع الى الدروس ولا يدعو حتى اولاده هناك من يعيش سبعين سنة لم يبلغ عن رسول الله ولو ايه هناك من يعيش سبعين سنة يصلي لا يحفظ الفاتحة هناك من يصلي اربعين عاما ما دخل المسجد قط حتى مات هو يصلي هناك في احيائنا من يصلي ويمر على جاره لا يصلي وما كلف نفسه يوما عناء ان يقول له يا اخي اتق الله هيا بنا نترافق الى المسجد كيف تريدون لهذا الدنيا ان ينتصر وينطشر كم تحتاج لكي تسمع عن السيرة لكي تكون داعية الى الله داعية الى الله بحالك واقوالك وفعالك في بيتك اولا قوى انفسكم واهليكم نار هناك من لم ينتفع به حتى لا اشكون اهله لا اعجب لا اعجب بل هناك من الشباب المتدين يا حصرة من افسد علاقة ابناء الاسرة الوحي وشتتها لسوء لسوء اخلاقه ظنا انه اذا فهم بعض امور الدين اعتقد انه الان اصبح داعية واصبح يسيء الادب الى ابيه فكرهه الناس بتدينه فيفضلون عليه انسانا فاجرا حسن الخلق بل يكرهون ان يسمعوا بل يكرهون مجرد رؤيته ماذا اخذت انت ام من هذا الدين شحال صحابيهم كم عاشا مع النبي صلى الله عليه وسلم شحال ثلاثة اربعة خمسة ديرو قاع نصف ساعة ديرو قاع نصف ساعة قاع كم انت عشت في الاسلام وسمعت من القرآن لم يسمع قرآنا لم يسمع احاديث سأل عن امور معينة اللي كان الاسلام فامن وتشهد ثم عاد الى قومه داعية ما معنى هاد الشيء الواقش وبشترات الواركات ما معنى هاد الشيء ما معنى ما معنى هاد الشيء واسموا هو الدرسة ساء الله تعالى واسموا ما معايش منين قال هو لن ازيد ولا انقص زاد ولا ما زادش واسموه زاد زاد دعوة هل الدعوة تسمى زيادة حرف قال والله ما نزيد ما نقص ليه غادي يكذب هو قال والله لا ازيد ومشا ودعا زاد ولا نقص زاد لا ما زاد ما نقص لقد برق سما ولذلك عليك ان تفهم ايها المسلم ان الدعوة الى الله ليست زيادة وان طبيعة الدين تقتضي انه من امن وجب عليه دون ان يقول له اي احد عليك ان تبلغ يعني لست مل شو لست مل زمن حتى تسمع من الله او من رسوله ان يقول لك ان يقول لك بلغ ما تستناش تقول كن ببلغوا عني ولو اعي ارى انبي قالها وسيد الرب يقول ادعو الى سبيل ربك قال ارى انبي لكن هذا واش قال هالو ما قال لوش سأل عن الاركان قال لا ازيد ولا انقص وحينما ذهب اول شيء قبل ان يحط الرحل وقبل ان يضطج على فراشه صار واقفا قم فانذر صار ينذر قومه ولم يرتح حتى لم تغرب شمس ذلك اليوم الا وقبيلته كلها دخلج تعرفوا اسم وقال عليه ابن عباسهم ما تعرفوش حبر الام واسم وقال عليه واش تعرف اسم وقال سيدنا ابن عباسهم على الزمان قال ما علمتو وافدا على رسول الله تان اعظم بركة على قبيلتي واهلي من الزمان هو الصحابة يقول فهذا الصحابة هذو الصحابة القدام الولا يقول فالصحابة اللي يسلم فالتاسعة تقول شوف ما علمتو في اصحاب النبي وخلوا الولا ما علمتو احدا من اصحاب النبي لا في الولا ولا الان كان اعظم بركة على قومي مش يتبقى تقول له يسلم الول ولا التالي السبق مزياد والسبق ينبغي ان يحترم اصحابه لكن كم من لاحق يسبق السابق لتأثيره العظيم الذي لا يبلغه تأثير من سبق في الاسلام شوف قالوا لا ازد ولا انقص هو اسمدار لم يجلس لم يجلس علاش لان طبيعة الدين عقلوا على هذي طبيعة الدين المسلمين هذي خسنين دلوا عليها مية تصرف هذا الدرس هذا هو اللي ندوا ان شاء الله الدرس فهاش طبيعة الدين والايمان تقتضي من المسلمين ان يدعو الى الله فمن لم يدعو الى الله ولم يأمر ولم ينهى ايمانه ناقص ناقص ويعتبر في المسلمين انه لم يفهم طبيعة الاسلام ويعتبر عند المسلمين الحقيقيين انه لا يفهم الاسلام لكن يقول له كل شيء تتعلق بكراح مين مونة تعرف ربي وربي يعرف مين مونة قال الناس علماء غير اللي بغي تعانى هذا كل شيء ضد الاسلام هذا ضد طبيعة هذا الدين ضد طبيعة الدين ولذلك هل تعرفون في الصحابة من فعل قبل هذا هذا الفعل تعرفوا او لا تعرفوش تعرفوش الصحابة فعل هذا الفعل قبل رأسيد نظمان واش تعرفوش واش تعرفو او لا ما تعرفوش او لا ابو الدخس كنت تعرفو ابو بكر هو حينما دعاه النبي امن فغاب عنه ولم يقل له النبي اي شيء فراح فغاب اياما ثم عاد بعد ذلك بستة اسلموا على يديه من العشر المبشرين بالجنة جاء بعثمان بن عفان جاء بطلح والزبير جاء بسعد بن ابي وقاص جاء بعبي عبيدة عامل بن الجراع جاء بعبد الرحمن بن عون يعني انظر يعني لم يكن ابو بكر يحتاج حتى يقول النبي له ادعوه ولكن طبيعة الدين كما فهمها بفطرته انه لا يمكن ابدا وا انا مسلم الا ان اعدو ايه لإسلام ولا مرويش مسلم يا رب يا رب يا رب قول ولى العلاش انوا غاديت يقولولي العلاش يرحمكم الله كلولى العلاش ج اللهم أسماء بطبيعة الدين هو زي الل لدي طبيعة الدة ها لكي تضع في الإسلام مزيان مزيانة سي ما شاءت تضع في الإسلام ما دغي باش تحمي الإسلام لأن الإسلام رغاش إذن يوسبوا علاش لماذا 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 وجب على الإنسان بمجرد أن يكون قد انخرط في سلك المسلمين أن يدعو إيه الإسلام علاش أولا سمعوا لأنك لا تستطيع أن تلتزم بشعائر الإسلام وشرائعه إلا في جمع ما شفهم لأنا فهم لأنا هذه وحدة فإن الإنسان بن بيئته ومن خالط قوما أربعين يوما صار منه فهو إما أن يؤثر في الواقع الذي يتحرك فيه هذا هو المسلم وإما أن يتأثر بالواقع فيذهب إيمانه فهو خطر عليك تسلم وتسكت خطر عليك من الواقع الذي تتحرك فيه إذا لم يكن مسلمان خطر يأكلك إلى من تابشت أنا كأشوف الماين عندها الحجار وبنتها لابسة سروان مزجر وشعر الأوغادية من ذا الذي سيؤثر في الآخر هذه كالوالدة التي أعطاها الله السلطة لتربية ابنتها على الحشمة ما استطاعت أن تقنع ابنتها إذن واسمه هو واسمه ماذا تنتظر تنتظر أن تقول البنت لأمها أشهد 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 القطور اللي ركي لابسة وكم من أم أطاعت ابنتها في التعري وصدق رسول الله حينما أخبرنا عن علامة الساعة قال أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد المرأة بنتا تصير ربتها أي تولد حكم فيها فالمؤمن الحق واسمه هو يؤثر في الواقع ولا يتأثر لماذا؟ لأنه زيد متصل بالذي يؤثر الله عنده مبادئ ولذلك يكون ثابت ويدعي لسي درب هو اللي يأثر في الواقع قالوا أن المؤمن تعرفوا المؤمن كواسمه قالوا المؤمن كالغيث أينما وقع نفع في الغيث الغيث ينفع المؤمن فين ما تمشي يدير بيئة إسلامية مش هايقرأ يقرأ مع اللي يقرأوا كل شيء ذو كل مكان شو يقرأوا ذو كل شيء ولا هو مستلمي سمعت؟ مش هايخدم يخدم يبني وعنده في الشانطية كل شيء ولا يصلي ما تفوتش عليهم كل شيء ولا يصلي سيد عنده حانوت عنده حانوت كل شيء اللي يحلح لحواج كل شيء ولا يصلي ويتقل الله ويبتعدوا عن الغباء مناش لأنه هو الذي يؤثر في ذلك المجتمع الذي يتحرك فيه وإذا لم تكن كذلك فاعلم أنك ستتأثر سلبا ويخشى عليك إذن أن يكبر التأثير السلبي عليك فتصل إلى درجة أن تسلب الإيمان وأن تنخرط في سلك الذين يستهزئون بالدين تقول لي انت يا معهم بحالة يعيما يصبر يعيما يصبر يعيما يصبر يقول لي يقول لي بحالة يا الله شتوا علاش أولا نقول لها نعود لها أولا نسأل لها علاش لأن الإسلام يطبق داخل مجتمع فإما أن تؤثر وإما أن تتأثر فإذا لم تكن لك المبادرة للتأثير وأنت على الحق فإن أهل الباطل لا يسكتون واعلموا أن سنة الله الجارية في الكون النرب يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا تركتم أنتم الدعوة هل يتركوا الشيطان الدعوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هل شياطين والإنس يسكتون لا لن يرضوا أبدا أن يروا كطاهرا يقول أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون الطهر عند المنجسين جريمة والفضيل عند أهل الرذائل جريمة والتدين الصحيح عند المنحرفين جريمة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا رأوهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون الله أكبر يصبح المؤمن ضال عند المجرمين نعم بمقياسه نعم ضال لأنه يزينه يزينه باش بميزان الفساد يزين المؤمن بميزان الفساد إذن هو عند ذلك مجرم لأنه مشي فاسد أنت كنت تقدم شي إدارة كل شي ندس تسرق وإنت يا تبغيت نصحهم وتبغي مثلا أنت تكون مستقيم يردك واسمه موجرم يقلعوا له الأخر ويبقوا ديروا بيلي رابور ويبقوا يدوروا يديروا له شي وريقة صنياها بلادان يديرها في الملف ويدفعوا بيقول له عوش فار لأن يرتاحوا حتى زين يرتاحوا من من طرده تماما ما يعطيكش الخدمة ما يعطيكش الخدمة يقول لك هو ما يقدروا شي يناقشوك في القضايا أنتع الصفقات اللي كيدلوا بيناتهم كيدلوا يسترقوا أنت ما يبغوش قاعد تسمع وما يبغوش تكون حتى قريب منهم باش تسمع لأن الفاسد يبغي يكون مع اللي يفهمينه في المشروع قال له يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح هو مشروع غير صالح وخبه لأن الانتماء الدموي الانتساب الدموي إذا جابها الانتساب العقدي وتعارض فالمؤمن واسمه أنه أنه لابد إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوثر الانتساب العقدي على الانتساب الدموي هذه ليش utility عارض عاصرة العقيدة تسبiqu عاصرة الدم وكل غاصرة أخرى إذن ها علاش منيقالنا لا أزد ولا أنقذ زاد ولا مزاج مزاج علاش لأن الدين طبيعة تعرف翻er تعرفها بالفترة أنه لمجرد أن تؤمن ينبغي أن تتحرك بالدعوة علاش لأنك تعيش في جماعة علاش لأن تلك الجماعة تتفاعل بينها إن كانت جماعة خيرا الحمد لله غادي تكون معهم وإن كانت جماعة يعني غادي يأثروا فيك فأنت إما أن تتأثر أو تؤثر ولكن الجماعة تعقّعهم زيانة وممنة تتعاون معهم عن الجماعة أخرى ما بقاش الفرد الآن بقيت باسمه جماعة من الجماع للحفاظ على دين الجماعة الجماعة التي تنتظم لمحاربة مشروعك وإحنا هذا بزوجي خصنا خصك أنتاك تكون كفرد المجتمع الذي تتحرك في غير منتظم عليك أن تمشي فيه بالإسلام أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس يمشي به في الناس يمشي به في الناس وحينما يتعلق الأمر بالجماعة فإن الجماعات الأخرى من تلامذة الشيطان أصحاب مشروع الشيطان فهم منتظمون فعليناك جماعة أن ننتظم لنصرة ديننا والحفاظ عليه وكلما طور أولئك وسائل دعوتهم للشر يجب أن نطور أيضاً وسائلنا للدعوة إلى الخير دعوة الخير هذا الفضاء الذي ملأه دعاة منتع الشرف ملأه باشي بالدعوة إلى الغناء وإلى الفجور عن طريق الإعلام وعن طريق التليفزيون وعن طريق الإنترنت علينا إن شاء الله تعالى أن ندخل هذا العالم وأن ندافع بهذه الوسيلة دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون فالعالم أصبح سوق وأصبحنا نحن تجار تجار ديالشي واش منبعه؟ نعرض أفكارنا ومبادئنا ثم تركوا للمستهلكين يختارون السلعة الجيدة تركوهم يختارون وعندنا فلكونهم في الاقتصاد واحدة العبارة اقتصادية عند رجال الاقتصاد يقولون يعني أن العملة الأصيلة الجيدة تطرد المزيفة والمزورة ولكي فوقشة تسوقر العملة المزيفة فوقش ولماذا تكونش العملة الجيدة؟ وملكة العملة الجيدة شكون يمشي عند المزورة؟ يعرفوا ورميوا وذلك لا 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 إليك الإنسان إيمان صحيح وإسلام صحيح ودعوة صحيحة قاعدك العملة المزيفة أنت عن الإسلام الإسلام اللي كيبغي يتقمصه حل عدمت عن الناس ويشوهو سيسقط الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الطريقة التي تعامل بها مع أهله يا كاسم كي درها الطريقة التي تعامل مع أهله عندي كده واسمك كده واش كانت فيها أخذوا أرد ولا واسمك أه إلا واش كانت فيها أخذوا أرد كان في حسم كان في حسم ولماذا كان يحسم مع أقرب الناس أنت ما مرتيا أنا مزوجك بسوالا سلمت أنت ما ببور بسوالا سلمت لماذا حسم؟ لماذا هذا النوع؟ لماذا لا يوجد شيء بالتدروش؟ أحتيبيلهم وعلمهم وكذا لماذا هذا النوع من الحسم؟ نعم إذن القضية الشرطية العقيدة هي قضية واسمها؟ قضية حاسمة وحتى وهي قضية حاسمة الإنسان إذا أراد أن يدعو إنسان لا يؤمن بالله ينبغي أن يسرد له وإذا كان في شيء خير الآيات في الكون ويدحض له كل تلك النظريات الباطلة إن شاء الله تعالي يخرج هذاك الفكر الخامج ويهدمه بالأصول دياله مرأسه القلب دياله ويعطيه إن شاء الله تباركي يعني هذا وقت لكن هذا إن شاء الله تباركي يحسم معلاج دعم معلاج لماذا تخطى سنة التدرش في التعامل مع هؤلاء؟ قريب 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 كان يعرف قيمته في قوم كان عنده رصيد وكان يعرفه كده كان عنده رصيد كان وعارف إنه سيد دايما قود كما سيد النبي قال له ما رأيته لو أني أخبرتكم وراء هذا الوادي أن جيشا يريد أن يغي أكنتم مصدقي قالوا جميعا ما جربنا عليك من كذب صافي إنت أنا رحنا عارفينك التاريخ إنت عكرا يشهدلك عنده رصيد أنا ما عارف هالسيد هذا إلا قال شي حاجة معناه كي كان دايما في القوم بتاعه قود كان يعبد معهم اللات والعزة كان قود من يقل يعرفوا الكلمة إلا قالها تفتت الحجار ولذلك هو رأى عارف واسمه يدير يعني هو الطريقة اللي دانها هي الأنسب لماذا؟ أنسب لي حاله يعني هذه لا تعمموا على الكل هذه الطريقة ذي الحسم في الدعوة إلى الله تسمى المفاصلة المفاصلة العقدية مع أقرب الناس كما قال سيدنا إبراهيم إنا كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والمضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده مفاصلة كفرنا بكم أبداً إلا في حال وحده حتى تؤمنوا إلا إبراهيم قال لأبيه الأستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء هذا استفنى لكن إبراهيم واسمه كالنوي كالنوي إن شاء الله تعالى أن الولد فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فجاءت براءة إبراهيم بعد ذلك لما علم أنه لن يؤمن شو إلا هاد سيدي هاد سيدي تحرك بهذا الطريق علاج بناءً على ما على سيرته على سمعته على قيمته ومنزلته عند الناس تعرفوا واحد يقول له الأقرع ذلك قادي يجيبه إن شاء الله تعالى مني غي يجيبه بنه تميم نتكلم لكم عن الوهد نتعب بنه تميم لأقرع النحابس التميمي هذا هذا كان إذا غضب غضب لغضبه عشرة آلاف لا يعرفون لي ما غضب واش تعرفوا كيف معناه وعرسوا المعنى دير أو معرسوا لي الرجلة الرجلة إلا غضب ما يسولوش عالش غضب القوم إلا تقول كل شيء غضب ورافد السلاح وقلوه من أغضب كسيدي ما نغضب لأن السيد رأس سيد رأى يفوت فالروح فالأرواح مناش عنده تاريخ كده أنا في تاريخ طعا الصدق والكلمة كين حنالي اللي عنده ليومشي كلمة كين وعد قالوا وعد قالوا قالوا وعد الجابوني قالوا بغيت نتلقى معاك قالوا فوقاش قالوا من العشرة اللحظاش قالوا لي مش حالت لقو من المرة يعني ما عنده عضا عشرة إلا قالوا العشرة 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 ودقيقة العشرة تعرفوا في الجابون تران واحد تران توخر توخر خمسة عثوان سقطت الحكومة كلها خمسة عثوان انت هذا النظم اللي دير هكذا شكول لي قد يخرفوا يخرفوا شيء واحد اللي يخالف شيء حاجة واضي 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 حنا يتقلبوا التران ويوجوعوا لأخرين ويتحرقوا لأخرين شكولي شكولي شو هو السلكي كان دير في القبيلة ديال وشو القبيلة ديالة باش عارفاته قال لهم لا 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 محمد رسول الله تقولوا أهراني معاكم ما تقولوا ايكيت فقالها الجميع تحارفوا هذ النجاح اللي جزع ما جغي هكلك يعني جغي صدفة جزع السماء غيفلك المرحلة ما يمكنش لابد من مقدمات لابد لأن المقدمات تؤدي إلى النتائج فانظر إلى المقدمات كيقولوا شوفوا يقولوا سيدنا موسى اعطاه الله تعالى الرسالة واعطاه اسم الألواحيات نجع عند خوه وجدهم يعبدون العجل يا كاسم من ليه وجدهم يعبدون العجل واسمو دا ألقى للواح ورخذ بلحيته وبرأسه قولها فعصيت أمري وكان في حدة موسى واسمو دا أرمى الألواح فيها كلام ربي وصاية طاعة سيدر نكون واحد بحالنا حنايا يرمي المصحف كي تسمى عن سيدر كي تسمى خرج من الإسلام ولكن موسى يرمي الألواح ما معنى يرمي الألواح علاش هتقول علاش هرمه يا غضبا لردة قومه بعد أن أنجاهم الله وقد رأوا كيف أغرق الله فرعون مثلا عدل الرجلين فيهم والماء ويقول لي يا عبدو العجل ثاني المقدمش يستمروا حتى دا ربعين يوم يمشي سيدنا موسى ما يمكنش كل شافهم بس تطع ولذاك يقول سيدنا موسى فعله هذا في بحر في بحر سيرته وغيراته على الدين ما تنحسبش ما تنحسبش عنده رصيد الرصيد انتعه هو يشفع له فضمام رصيده في الصدق وفي الحسم معروف يكون جا شي واحد من الغير في ذي القبيلة يدير بحاله وش كون يتب يقول لي شكون انت يبقى ويرجموه قاع ربما يرجموه وذلك يا أحبابي كون في العائلة ديالك رجل صادق ما تكثرش له درا إلا بغيت نجح في الدعوة كون رجل صادق صاحب مواقف وليس صاحب كلام أنا نقول لكم الإسلام واسمه هو الإسلام مشيش لا يتهيه الدروس بالزاف والله هي الهدرة بالزاف والله هي العلم بالزاف الإسلام هو موقف إذا احتاج الإسلام منك موقفا كنت تقف الموقف الذي يريده الله والله أحصل من مليار 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 درس بس ما تسيد المواقف هي التي تجلب الناس إلى هذا الدين هكذا علاش لماذا فعل هكذا لرصيده لصدقه لمواقفه فكن صاحب موقف كن صاحب موقف كما قال ذاكي استرقل سيدنا أحمد بن وحنبل من اللي وقف الموقف كل شيء العلماء داهنوا الحكام في قضية القرآن هو كيقول القرآن وكلام الله ما كيقول القرآن مخلوق وساير خلفاء بني العباس كل أولئك المعتزن من العلماء واحتى أهل السنة واحتى أهل السنة العلماء الكبار واحتى أهل ما قالوا أدي آه ربي ربي إلا هو فقال له أحد السرق وثبت فالعالم كله ينظر إليه مثبت موقف ولذلك سيدنا سيدنا الإيمان مش يعانم عليهم ما عندهش علم أكثر من ذلك الناس ولكن موقفه هو الذي ميزه وجعلوا من العلماء الربانيين فكتب الله له الخلود خلود بالموقف ما العلماء كان يحيى ابن معين كان معه وعند يقوله الإمام يحيى ابن معين كي يسميوه تعرفوا إلا في الرجال كي كان يعرف يعرف الرجال جل الحديث مع ذلك ما يعني آثروا السلامة وداها يعني في ذكر قيتة وكان كل وعدة الحسن لكن الإمام الحمد قال لا ولكن نقول له ما هذا الشي أنا مش المشكلة رغادي الأمة قاعتظر ما كان حتى واحد ده واحد ما أبقى كل شي خافه بالصوت ما نكشرب كان اللي خاف بالصوت وكان اللي تشرب الذهب فالإنسان وبين واسموا بين القضية ديال الإغراء والتهديد كي يسميوها في السياسة معصى والجزارة اللي بغى الجزارة وياكل نعطيه وهو يخليه اللي ما بغاش ندق تقول ها واحد شي واسموه يخسوه يخسوه لا لا في الإغراء ولا واسموه يخسوه 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 الموقف قالوا منبي صلاح لي وسلم يجابو له قالوا له إن أرتمل جمعنا لك واني قال لم شوف أنا ما أرتمل ولا السلطة لا أولو بهذا الدين يا إلهي أنا أدراسه أصلاسه أخير الدرس الأخير وهو يعني صدق ودخل الجنة الله أخبر هذه ما كنت بغين ناظر فيها شوية ولكن قالك أفلح ودخل الجنان صدق ما رأينا صدقا مثل هذا سعداته اللي تكون عنده البركة ها اللي يكون فيه البركة مع قومه سعداته يا ربي يسلك به عائلته من النار وجيرانه من النار سعداته سعداته يا الله غدنا